السلام عليكم و مرحبا بكم في وصفة جديدة ان شاء الله ستكونوا بخير و على خير هذا المرة جيدكم بوصفة جديدة و اللي هي تحلية كما راكم تشوفوه لديه ساغة راح نديروه بالفاكية و نديروه بفلون فخيز مع ذوق الليمون راح يعطيها بنا بزاف شابه مزيج من الاذواق و الالوان راح تشوفوها معايا وصفة بزاف سهلة و كما قلت لكم اللي حب الليمون و القارس هذا الوصفة تجي بزاف هيلة راح نصلا و نسلم على سيدنا محمد صلى الله و عليه وسلم و ما تنسا وش اديروه يا جام و دخلوه لي تعليق باش هذ الفيديو ان شاء الله يوصل لعدد اكبر من المتابعين راح نبدو اللولا في الفلون انا وش اديت اديت زوج كيسين تاع الحليب حسب نصف لتر تاع الحليب درت معاهم مغرف ماء زينة و راح نزيد عليهم كيس تاع فلون نوارة خمسين كار انا اديت هنا يا لقوت على الفخاز حبيتي ديري الفاني ديري لقولي عندك ديري انا يا بغيت ندير لقوت على الفخاز و شوفوا معايا انا كنت في هذي الكؤوس و انت يا وش عندك ديري فقط نوري لكم هنا يا هذو الابوت تاع البيض حبيتي ديريهم حبيتي ديريهم حبيتي ديريها سيمب فقط انا اعطيت لك الفكرة وهذي فكرة هي مهيش جديدة هذي فكرة قديمة وهنا يا الفلون تاعي شوفوا كيفاش القاوة متاعوه بسكورا فيه انشا ولا الميزينة راح يجينا كيما الكريمة راح نطفي على النار و رايحة نفرغ الفلون في هذو الكيسان كيما قلت لك حبيتي ديريهم عادي متعاوجيهم مش نورما لكل واحدة و كيفاش حبيت رايحة نفرغ هنا في هذ الكيسان و رايحة نزيد الكاسب ثاني وهنا هي هذيك الزايدة اللي كي بدأ ديلك هذيك الدمعات حاولي انك تمسحيهم باش يجيك الفلون تاعك يجيك مسوي ملاح شوفوا وهنا هي هذا الشكل و رايحة نزيد في نكمل الكيسان الاخرين اهنا هذي الكمية على حسب وش عندك ليفيرين لك كانوا كبار ولا صغر انا زدت لي ربعة تاع الكيسان بهذا الشكل هنا يراهم كيسان لاي بيرك شوية كبار وهنا هذي الفكرة ثانية كيما قلت لكم تحكمي البول تاع الحريرة عادي سيغطو لعندك هذ الكيسان ليجي فيهم هذو كاليدراس باش يقعد عليهم الكيس و رايحة تفرغي عادي كيما ترنا في الكيسان اللولين بنفس الطريقة وهنا يا تحكمي الكاس ترفديه بيدك و تحطي كيما قلت لك هذو كل اللي في الكاس في القاعدة تاع الكاس راح يساعدوك على يساعدو الكاس باش يرتب معك شوفوا و رايحة نديرهم يبردو بهذا الشكل في اللي بول تاعهم و في هذا كتاح البيض حتى اللي يجمد معنا الفلون هنا ما شح يدي وقت كبير باش يجمد لانه رافي المايزينا راح يجمد بالخط كريما اللي راح نديرها تاع الفاكه هنا يا ملحظة حبيت نشري تاع الكيوي ولكن بدلت رايي شريت هذا تاع الفاوكه المشكلة فيه انواع تاع الفاوكه وهنا يا لك كان عندك اي فاكه ديري تفاح بانان تخلط الفاكه عادي فقط هذي يجي فيها هذا الوسي راح نستعامله كريما هذي الفاكه راح كينا شوية فاكه كبير راح نقضحها باش جيني مربعة شوية صغار و راح ندير حبة عقارس انا عندي حبة صغيرة عقارس كنت عصرتها و راح نزيدها على هذك اللي جينا في هذك الديسير ولا في هذك العلبة تاع الفاكه ونكملها هنا اللي يحب القارس يدير القارس ويلا ما حبيتش القارس خليها عادي زيدي عليه الماء وهذا واش نقولكم ويلا حبيتش تبديل وديري تشينا عندك عاصرة البرتقال ولا جي تاع تشينا ديري كل واحدة وديري تشينا وديري تشينا وديري تشينا وديري تشينا راح نزيدها لها زوج مغارف سكر لأنه حبت القارس عندي شوية فيها الجي وهنا كل واحدة وذوقتها حبيتي تنقصي نقصي حبيتي تزيدي وزيدي المهم أنا راح نخلط بيرد في بيرد ورح نديرها فوق النار حتى اللي راح تولي عدنا كريمة وتثقل معانا شوفوا معي هنا راح نديرها فوق النار ونخليها حل حتى تدي القاوام شوفوا هنا يا القاوام كيباش يجينا خاثر ولا يجينا أثقل راح نطفي عليها النار ومن جهة واحدة أخرى حكمت هذه الفاكية كما قلت لك هنا قادرة تديري فاكية عادي لدي صلاة تضيف أخوي كما نقولوا حنا وتبدأ تفرغي على هذا الشكل شوفوا معي بعد هنا جمدت معانا لهذاك لوفلان جمدت معانا راح نديري الفاكية ورح يمترغوا عليهم هذك الكريمة اللي كنا قدرناها شوفوا معي راح ننحي هذا هنا يا عفوا مكتبتكم ربعة ولكن هما خمسة الكيسان الثانيين كنت قدرتهم عادي لدي ما كنتش ميثهم كما درت الوالة ورايح نعمر الفاكية ونزيد عليها هذك هذك الكريمة وهنا يا ملاحظة قادرة تستغني كامل على هذ الفاكية لما كانش عندك الفاكية قادرة تديري بنفس وشدرنا العبار ديري القارس والجوه هذك سينون ديري القارس مع الما تحسبي كيس تحسبي حبة تاع القارس وديدي عليها تعمري الكيس وديري السكرحس بالذوق وديري مغرف ماء زينة انا كما قلتلكم اديت هذاك الجوه مع القارس ورايح نفرغ على هذك الفاكية ورايح نديرها في المجمد حتى ستجمد معنا او ما زد سوية حتى ستجمد معك شوفوا هنا راح نحط الكيس عادي ورايح نفرغ على الكيسة الثانية اللي بقى عليه شوفوا وفي الاخير راح ندير عليهم احنا يا راح شوية شدة صروحة هذك الكريمة ندير عليها فقط من الفوق كتزين باسط بهذك الفاكية دي سير ساهل وباسط ولكن بنتوا بزاف شابه كما بتكم ذوق الليمون مع الفخيز وهذك الفاكية راح يعطيها بنا بزاف حيلة هذا هو شكل النهائي الوصفة الثانية عنها اليوم كنا درنا ان دي سير ولا تحلية بفلون فخيز مع ذوق الليمون بفكية مشكلة وصفة بزاف شابه هنا فقط اعطي لها وقتها باش تبرد وتجمد دمعك ملاح لانه هذك الكريمة منزو سوية حتى سوية حونس فقط اعطي لها وقتها في المجمد ولا في الثلاجة باش تجمد معها نمليح شوفوا انا ما كنتش خليتها وقت كبير على جل التصوير المهم هذا هو الشكل التاعها شوفوا راح تجيب بنتها بزاف هيلة سيرتو كما قلت لكم مع الكوتاعة القارس وهذك الفاكية والفخيز راح يعطيها بنا بزاف هيلة وصلنا لنهاية لفيديو نتمنى لصوت عمها اليوم عجبتكم ما تنسوش تدروا ليجم ودخلوا ليتعليم تحلوا في ربحكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في امان الله سلام شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر